يتصدر العمل الإنساني ولجندة الخارجية للمملكة العربية السعودية الشقيقة حيث يحظى باهتمام بلغ من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين حتى وصلت مشاريع العمل الإنساني للسعودية إلى 156 دولة حول العالم بالعمل الإنساني والتطوعي وتقديم المساعدات الإنسانية على مستوى العالم رسخت المملكة العربية السعودية مكانتها العالمية وحضورها القوي في هذا المجال عبر ما تقدمه من برامج إغاثية مالية ومادية في مناطق الكوارث والحروب والصراعات من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يمثل قيمة إنسانية وإغاثية في العالم أجمع تكمن ريادة المملكة في مجال العمل الخيري والإنساني على مستوى العالم في العديد من المبادرات الإنسانية والمساعدات من منطلق إيمانها بأهمية الدور الإنساني والتنموي الفاعل الذي تقوم به تجاه الدول المحتاجة والمتضررة لتجعل من البعد الإنساني نهجا ثابتا في سياستها حيث جاء تجشين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ليكون مركزا دوليا رائدا لإغاثة المجتمعات التي تعاني من الكوارث بهدف مساعدتها ورفع معاناتها لتعيش حياة كريمة ويكون مظلة للأعمال الإنسانية والإغاثية الخارجية للمملكة والجهة الوحيدة المخولة باستلام أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية سواء كان مصدرها حكوميا أو أهليا لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج وفقا للأنظمة تشكل المشاريع والبرامج الإنسانية الكبرى لمركز الملك سلمان للإغاثة علامة بارزة في سجل المملكة الإنساني وقطرة من فيض عطائها وستبقى أياد المملكة البيضاء تمد بسخاء وسجلها الناصع يمتد بالعطاء وفق توجيهات كريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وانطلاقا من التعاليم الإسلامية الجليلة وتجسيدا لأسمى معاني التضامن الإنساني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر